برحب بحضراتكم وفقرتنا الحوارية اللي أنا شخصيا كنت بستنيها فكرة إن إحنا يبقى عندنا أم بطلة أم شالت ثلاث بنات من أعمار مختلف 11 و 9 و 4 سنين بعد الأب مختفى تخيلوا أم أو سيدة مصرية متزوجة عايشة ببيتها مرة واحدة تلاقي العائل المفروض إن هي مش بتشتغل ما عندهاش أي فكرة عن سوق العمل ولا تطلع في الشارع ولا تشيل هم ثلاث بنات فكرة مرة واحدة تلاقي نفسها لوحدها طريق طويل ثلاث بنات ودايما بيتكلموا إن البنات حمل بالرغم إن هما دايما بيكونوا سند بعد كده رحلة طويلة جدا أخدت على العطيق خانة هتروح وتشتغل وتشتغل في حاجة ممكن ما تفهمش فيها ما تعرفش بيها لكن ربنا كان ماشي خطوة بخطوة بيسند الست دي اللي سندت بناتها لحد ما هم اللي بقوا دلوقتي بيدوروا علشان يكرموها فكرة إن أنا أزرع زي ما قلت في الأول أزرع حلوة قوي فأكيد الحصاد هيكون حلوة قوي بما إن المركز الثقافي مستمر في الاحتفالات والمعايدات وتكريم الأمهات المثاليات فبيشرفني يكون معايا النهاردة سيدة سامية فهيم أم مثالية برحب بحضرتك كل سنة وحضرتك طيبة وحضرتك طيبة واللي بعثت الرسالة وقد إيه أنا أصريت إن أقرأ الرسالة نفسها وهقرأ لحضراتكم أكيد وكانت مؤثرة جدا إنها كانت صدقة وواضحة وفخورة بمامتها في كل حرفة بتكتبه في الرسالة دي سندي ماجد برحب بيك يا سندي وبرابو عليك والأمورة الأمر دي روجي نعمات دي تبقى حفيدة تي تسعمية مظبوط دي بنت بنتك اللي انتقلت للسنة ودي كانت برضو محطة صعبة في حياتك أنا تنطرق لها والمازال صديني المازال صعبة ربنا يخلي هالك ربنا سب هالك عشان تعوضك عن اللي فقطي خليني أتعرف عليك من خلال حضرتك يعني قوليلي انت مين البدايات كانت إيه جوزتي إمتى إيه اللي خلاك بقيت لوحدك في وسط الطريق عرفيني بيك أكتر أنا سمية فهيم توفيق سنة بسيطة ما كنتش أعرف يعني إيه شغل ما كنتش أعرف يعني إيه ممارسة الحياة إزاي يعني أتعامل معها إزاي زي ما انت ببيت باباكي تقدم لك عريس أيوة عندك إخوات قد إيه وحكينا كده الرحلة بطريقة أنا في بيت بابايا وحيدة عن ثلاث سبيان وبابايا توفى ما كانش موافع على الجوازة دي أساسي فالقصة بدأت لقى يعني حلم البنات بقى جوازه وفرحه وفستانه وكلام ده ويسد 19 سنة 19 سنة بالزبط إيه المشاكل اللي بدأت قابلك في أول جوازك؟ المشاكل اللي هو بيقتنع بالسحر والدجل والكلام ده أول مشكلة أنا يعني هو ماما بنتلي الشقة وقعدتني فيها وفي وسط بيتنا لنا بيت في مكان غير المكان اللي إحنا جلانا اتجاوزتي فيه البنت الوحيدة بقى؟ أنا البنت الوحيدة أه فاتجاوزي اتجاوزت قعدت خلفت نانسي وساندي وجوستينا والقصة تبدأ من السحر والدجل كانت مامت بقى دي حامتك عاملة لك مش عارفة إيه دي إيه ده القريب الناس اللي مش عارفة إيه ده لأ آآ ما ينفعش يعني إيه كتير كتير تزلتلي كتير آآ درجة كان ما كانش بياخد قعد فترة ما يكلش معين وغلا يشرب يقول لا ده فيه سحر في دجل فيه الانفصال بدأ داخلي قبل ما يسيبكه بشكل حقيقي وينفصل ويمشي آآ الانفصال كان في البيت قعد يمكن سنتين آآ كان ضرب وإهانة وكسر إيد وكسر الرجل وكتير آآ أروح اللي حماتي أخد العيال وأقول حماتي توسينا حماتي تبقى كده كده آآ لا بتزود آآ مش يسابكوا أنتو هما أعمارهم آآ حداشر وتسع وارضع آآ آآ نعم معايا تجدت حضرتك تلاقي نفسك لوحدك ما نكيش دخل بالضبط بالضبط كده كانت نانسي عندها في سنة ستة وسندي في ثالثة ابتدائي واختها كانت لسه يا دوبك ما دخلتش حضانة لدرجة الورق اللي كنت أنا عايزاة أن هي تخش حضانة مع أخوتها في المدرسة هو مرضيش يعمله آآ وعملت عليه قضية نفقة والحد دلوقتي أنا ما خدتش شيل من تحت النفقة دي شلت الهم لوحدك شلتو لوحدك قررت إمتى تطلع للشغل قررت في أول خناقة حصلت بيني وبين حد في إخواتي قال لي إحنا العيالي بتصرفه يعني العيالي بتصرفه العيالي كانت بتحضه ولادي أولى بين دي العبارة بالضبط فقعدت بقى إيه يعني مستحملة هو مش في شهر واحد أنا اشتغلت في شهر تسعة ما قلتش إزاي ده أنا طول عمري الوحيدة المتدلعة المتعززة لا مش هشتغل وإخواته يصرفه وأهله يصرفه لا مع العلم إنه هو كان كويس جدا معنا وكان بيصرف وكان شغلانته حلوة كنا عايشين عيشة حلوة قوي ده قبل ما يسيبكو قبل ما يسيبنا سابكو حتى مسئولياته سابكو كل حاجة ما حاولش إن يخبط على بابنا في الليلة عيد في مناسبة في دخلة مدارس ما حاولش خالص طيب طلعت للشغل وقلنا رحلة الشغل والعناق والبنات وإيه اللي كان صعب في الرحلة دي أكتر رحلة الشغل بس إيد ربنا كانت ميسة بقاني أنا كنت كل يوم أنا وراحة الشغل أقول له يا رب لتكن مشيقتك بص يا رب جوستينا عايزة كذا نانسي عايزة كذا سندي عايزة كذا سدد احتياجهم أنا مش عايزة غير أكتر من احتياجهم كتب دراسة لبس الحاجات دي لأن الحاجات دي كانت هي دي فترة المدرسة فترة العيد هي دي اللي كان بتخنق لكن أي حاجة هما كانوا موافقين يعني كانوا من أقل التكلفة كانوا بيتمشي حاسين بيا قوليلي فترة الشغل كان حد ممكن يضايقك تحسي بحد زي زيه بس ممكن يبقى يعني لا كتير كتير وزي ما بتلاقي الحلوة بتلاقي الوحش وزي ما بتلاقي إيد ربنا بتلاقي برضو الشطاب حضرتك اشتغلت في ايه قولينا حاجة حاجة كده أنا اشتغلت الأول مساعدة تمريد كنت أفرش ميليات وأفرش مش عارف ايه الكلام دوا وكوي ميليات وفي الآخر كانوا محتاجين حد في العمليات ففي واحدة حبيبتي لأن شغل العمليات بيبقى أصعب اه بس رزقه أكتر واحدة حبيبتي هذه يعني ربنا كان بيزوّد للك الرزق حسب الاحتياجات ما كل ما يكبره البنات الاحتياجاتها تزيد ملتزيد فهو يفتحلك باب أكبر بالزبط كده وبرو يعني أنا ما يعني تعليم جواز جهاز كل حاجة كانت إيد ربنا مصابقين أصعب وقت في الرحلة دي كانت بالنسبة لحضرتك إيه أصعب موقف مش ناسياه هوا بpractه أصعب موقف ويعني موقف حلوه بردو كتير يعني عندي كانت مثلا أول ما سندي مرة عايزة لبس المدرسة فأنا قلت لها هي تالتة ابتدائي فقلت لها صلي وقل لي يا بابا يسوع ابعت وسدد احتياجنا فعلا اللي حصل فعلا صليت تاني يوم الصبح أنا راح الشغل ألاقي واحدة صاحبتي بتقول لي ده في واحدة مستنياكة وبتدور عليك بفرغ الصبر طب مين الواحدة دي طب ايه طب مين طب أنا معرفهاش فراحت لقيتها لبسة تشيرتة أبيض ومنطلون أبيض ودتني ظرف مكتوف فيه المعتن مصرور يحبها الرب طب أنا إنتي عايزة مين قلت لأن عايزة مامي تسندي يا سنتي ايه الموضوع خبطتي على الباب صوتك واصل على طول بعدت رسالة لمركز الثقافي صوتك واصل على طول عرفينا بيكي وقلين نحكي لنا أكتر عن مام أنا سنتي احنا كان بابا كرولوس بالنسبالي هو صديق وصاحب وكل حاجة بحب بصلي جدا وانا واسكة فيه هو مش بيغزلني في أي حاجة ماما مش عارف أقولك يا ماما أحسن حدي في الدنيا عمري ما شفت فيها الأم اللي هي العادية لأ هي أم فعلا مثالية أم عمرها مع كانت تعمل نفسها من كل حاجة عشاننا كل حاجة كانت بتهتم بينا في كل تفاصلنا كانت مش مع وزانة لأب كانت مش مع وزانة لصاحب مش مع وزانة لأي حد عمرنا وابصينا لحد مرينا بظروف صعبة كتير جدا عمرنا وابصينا وقلنا احنا نبسينا لبقى زي فلان طلعاكوا راضين شبعانين ربط فينا المحبة ودي أهم حاجة أنا واخواتي بنحب بعض جدا قوليلي إيه اللي خلاكي تحس إن قصت ماما انت عارفة إحنا جالنا قد إيه أمهات المثاليات أنا عارفة إني أكيد جالكم ناس كتير إيه اللي خلاكي قلت لأ ماما هتبقى من أمهات المثاليات اللي هتكرموا في المركز الساقط ماما وبعد وفاة أختي تعبت جدا دي كاسة أختك الكبيرة ودي بنتها اللي ربنا عوض إنها تفضل موجودة من الحدثة وانا مش معي أطفول فهي بنتي أنت متجوزة يا سنتي متجوزة هو أختك الأصغر إحنا الثلاثة متجوزين رحلة تتجوز رحلة صعبة إنك تجهزي ثلاث بنات ده موضوع شق جدا لأسرة فيها أب وأم ما بالك على حضرتك بقول لحضرتك إيد ربنا كانت سنداني جامد جامد قوي يعني أنا لو مثلا الدكتور اللي أنا بنضاف له الأوضة اللي أنا بزبط له الحالة اللي أنا كان بيميزني بأمانة كان بيميزني طب أنا وزملتي يعمل لي كده لأ لوحدك لوحدك لأني هي كان بتبقى مشاركة مع بعض وكده لوحدك قاله طب شكرا يعني التميز ده بحد ذاته ده إضربين هو كمان في أمانة في العرض خلينا أقول لك إن حضرتك كمان فخورة بدا فخورة بالرحلة دي البنات سند تقريبا كاتبة تفاصيل في المسج يعني أنا عسايبك وتقوله أنا هي بأفضل من مقرأ المسج فيها تفاصيل كتير هي شايفاك عظيمة شايف قدية أنت أم أنا معرفش أنت شفت اللي هي بعثته ولا لأ لكن قدية أثر في كل اللي أرى أنا أول حاجة قريتها النهاردة كانت هي ده المحبة اللي أنت عملتها مع البنات ده شيء عظيم فكرة إن هم في أبناء أكيد شفتوا لأ يجي في وقت معين خلاص يعني لأ مش متحملين بقى شغلك يا ماما مش هينفع في حياتنا هل قلتوا ماما الكلام ده أو جيت في وقت حسيتوا لأ كفاء عليك شغلك كده؟ إحنا كفاء عليكي عشان إحنا عايزين نريحها لكن إحنا هي تاج فوق رأسنا شغلها ده هو اللي كبرنا هو اللي نجحنا هو اللي خلانا حاجات حلوة شغلها ده أنا ما استعرضش منه أبدا أول ما بيجي لنا عريس أنا ممتي شغلة كذا بابا عمل كذا عمرنا ما استعرضنا من ده إنه لازم يعرفه كل حاجة عننا بس فأنا لما بعت المسج أنا بقوله من جوايا وأنا كنت حاسة إنه هو يتقبل يا ما تقبلش بس أنا كان نفسي إن أنا أكرمها وخليها مجرد الفكرة يعني خلينا أقولك بجد ده نتاج ده اللي قلت معرفش ما حضرتكم كنت سمعينه ولا ده نتاج زرعة صحة فكرة إن أنا زرعة صحة مربية بنات راضية فهمة زهنها حاضر ده النتيجة اللي حضرتك بتحصوديها دلوقتي الرحلة دي كلها وفكرة المشاقات دي كلها عادي تقولي إيه للأمهادي اللي بتسمعها النهاردة تقولي لهم تحملوا إيه عدوا إيه نصحتك تكون إيه يعني فكرة إن حضرتك عيشت تجربة صعبة كده بدون الزوج ده أكيد حملة إنتي عايشة دول اتنين الأب والأم وخلينا أقولها زي ما كل ناس بتقولها وعندك ثلاث بنات بيبقى حقيقي المجتمع باصصلك إنك عندك حملة قيل برغم إنه الحقيقة البنات بتبقى سند عظيم جدا أو طبعا هو دي الصمرة بتاعتي أنا مش ميسميهم بنات ميسميهم الورد بتاعي الفل بتاعي الحصات بتاعي لإني أنا كان فترة الشغل اللي أنا كنت بشتغله كان ساعات كتير ما بعيتش في البيت أصهر بالليل علشان فيه قرشي زيادة جاي عشان سندي عايزة عايزة بضي جوستينا عايزة مش عارفة إيه زيادة إيه حاجات كده هوا أقول لا بالبلد كده اللي يجي أحسن من اللي أنا أطلعه من جيبي لأ هم أولى بيتي أولى عيالي أولى عايزة أقول لهم إيد ربنا قبل إيد أي حد إمتى روحت عيال طيله وقلت له بص يا رب أنا مش قادرة تاني افتكري بقى عشان مطودة بالنسبة لي مهمة إمتى روحت بقى بص المرادة لأ المرادة تقيلة علي وتعبانة قوي كتير كتير كنت بقوله أنا عملت إيه أنا عملت إيه يا رب أنا عتبك بس برغم أن أنا يعني أنا أقل وحدة أن أنا عتبك يا رب بس أنا أنا عملت إيه في دينيتي عملت إيه غلط عملت إيه صح عملت إيه وريني كده أشار يا رب اللي أنا عملته أنا آه أنت يا رب حطت إيدك في إيدي ومسابقني آه بس أنا تعبت أنا ليه بعمل كده أنا الشبابي يعني أنا حضرتك سنك صغير فعلا واحد وخمسين سنة واحد وخمسين سنة وانت داخلين فاكرة حضرتك اختها حقيقي وكمان الشبه الكبير اللي بينكم واحد وخمسين سنة كنت بقوله يا رب بدأت الرحلة وانت عندك كم سنة؟ بدأت الرحلة هو انا جوزت سنة واحد وتسعين نانسي كبيرة 15-12 سنة مثلا نانسي كبيرة كان عندها موليد 92 موليد 14-10 موليد الزلزال الاولاني خالص بدأتها يعني قولي بعد 12 سنة من الجواز يعني كان اللي زي يعني ما اعتبرش الجوز يعني كانوا 33 سنة تقريبا كنت محتملة يعني حط على كتافي 3 بنيت طيب هسألك معلش أنا مش قادرة ماسألش بس فعلا بحيانا بنقول الاهل لا يشيلوا لقيت نفسك تقيل عليهم اه من اول كم شهر انا حسيت ان انا تقيل اهل الجوزك محاولوش يساعدوكم يقفوا مع بناتهم لا لا خالص اكتر من التليفون او اكتر من ان انا عزمهم ان مثلا خطوبة الكلين اه ممكن يجوا ممكن يجوا واحد او اتنين منهم مش مش كلهم فيش في النص كده عايزين حاجة في العيد لا البنات في الكليات البنات في المدرسة لا خالص خالص لا انا اعتمدت على ادرب بنا اكتر من الكل وانتي يعني خبطت على الباب الصح ليليا ساندي يعني اخواتك وانتي وفكرة التكريم والماما مفيش حد وقتك قالك لا لا يا شيخ على التليفزيون ايه ما تخلينا كده ولا كانوا مبسوطين بالعكس انا كنا مبسوطين جدا مين كلمك وقالوك و ايه؟ ايه اللي كانت مش حاسع مالا تقول لي ليه؟ اشمعنا انا قلت لها يا ماما عشان انتي احسن حد في الدنيا لا بلاش انا قلت لها لا انتي هتكوني احسن واحدة في الدنيا انتي كانت بتبصة على التليفزيون ومبسوطة بالامهات وفخورة بيهم قلت لها يا ماما انا نفس اعملك حاجة زي كده ولو طولت ان انا اعمل اي حاجة عشان اعمل ده هعمله حاولت وربنا اراد اه تقولي ايه البابا؟ يعني فكرة بنت عندها انتي كنت يا ربع سنين انتي اصغر واحد لا انا المسطنية انتي التسعة يعني فكرة مالحقتيش تشبع بي فكرة الزوج اللي معندوش انا طبعا معرفوش معرفو ظروفه ايه بس فكرة حساسي ان اتخلى عن مسئوليتي انا ممكن يبقى فيه مشاكل بيني وبين زوجتي لكن ما تخلىش عن البنات دي الحتة اللي انا يعني مش مستمحة فيها من حق ايها اتنين يختلفهم ومفيش مشكلة لكن البنات دول دول ملكية خاصة يعني شراكة مقدرش ابدا اجي مرة واحدة لا 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 خد الحمل باللي فيه تقولي ايه البابا النهاردة وفكرة ان انتي انا انا حاسة ان عدا موجوده اسرارك على تكريم ماما ان انتي قمت بالدورين الماما قمت بالدورين ولما حدش يعرفو ان انا بكلمه وكل مرة بكلمه فيها بيكون عندنا موقف حلو او موقف وحش بمعنى يا سنتري بابا اختي عملت عملية بابا اختي هتتجوز يقولك ايه بيتوى في الكلام ما بيردش بيتوى في الكلام ايش مرة اتصلت يقولك له محتاجلك قلت كتير ايه المرة قلت محتاجله فيها يا سنتري اكتر مرة محتاجله فيها موت اختي وكلمتيه في وفاة اختك الكبيرة نا بابا اختي توفت قال لي انتو بتتحقوا علي انتو عايزين تحبسوني عشان ممعن لها قضايا نفق او كده احنا مش عايزين منو حاجة بس في الموقف تاقي مش محتاجين بامانة ربنا قدام التلفزيون وقدام الناس كلها احنا مش محتاجين منك اي حاجة احنا ربنا بدينا قوم مش عند حد الناس كلها بتحسدها علينا الناس كلها بتحسدنا عليها الناس كلها بتقول يا بخطوكو بيها عشان طلعتكو حاجة حلوة مش شرطة اكوني تعلمت تعليم علي قوي بس ربنا ادانا برضو جوازاتنا برضو من عند ربنا من ايد ربنا علاقتهم بماما ايه؟ زال عسل بيحبوها بيحبوها جدا خافوا عليها؟ جدا ربنا عوضكم ايه وانت كاتبها في الرسالة ان ربنا عوضنا بأزواج حنينين بتكتبك كده صح؟ اه انا حفظت الرسالة يا سنتي من كطر ما هي عبارات مش كبيرة ولكن مختصرة لأ صدقة صدقة قوي وطلع من قلبها قوي ومش بتحاول تزوق في الكلام احنا ماما كذا وبتلاشتغل كذا وانا بعمل كذا وقالت كده نصا ان ازواجنا عوضونا عن حنين القبض ده ربنا واكيد انتو بتخبطوا بيفتح على طول انتو وسطتكو جمدة جدا اه بجد اه بس بصي يعني في مواقف كمان انا عمري ما انساهل وقت ما سمعت انه هو تجوز وقت ما سمعت انه هو خد حق اليتيمة دي هو ارتبط اه اه وقت ما سمعت ان خد حق اليتيمة دي اه روجينا روجينا بنتك الكبيرة اه اللي انتقدت في حدثها وزوجها اه روجينا ازايك انا مبسوطة او انك موجودة وانا اكتر قوليلي بتحب تيتا جدا انت عارفة احنا جايليه النهاردة ايه عشان نكرم تيتا عشان نقولها شكرا شكرا انك تيتا حلوة اوي يفعلا تشتهل كل خير انت خير علشان كده انت موجودة معاها تيتا دي بتشجعني على المذاكرة وهي اللي بتدفع المصاريف الدرس هي اللي بتشجعني وهي اللي هتخلينا جبع وابقى حاجة بيبينا قوليلي تقولي ايه تيتا نارضة انا اقول لها كتا خيرك شكرا اني احلى تيتا انت شكرا اني احلى روجينا انا من قول ما شفتك حسات ان احنا نبقى أصحاب مش كده دي عندها مواب حلوة اوي قوليلي عندك ايه بتاع تعرف تعملي ايه وبعرف ارنم وبعرف ارسم رسمات حلوة اوي اكتر حاجة الرسم تحب الرسم حلوة اوي هي اللي قاعدة معاك دلوقتي امو النساكي اوي حسات اني ربنا بعتلك رحلة جديدة بعد الرحلة الكبيرة الاساسية اتجوزوا واستقروا فادالك حاجة تورنزك حاجات كتير من مامتها الله يا رحمة حاجات كتير قوي بتعملها ها لاني آآ بتفكرني بمامتها على طول ما ربنا بعتلك التبطبة يعني حية مش مجرد عزية دي بعتلك كائن حي طبطب على قلبك طول الوقت اه حقيقي ما قلتش يعني يا رب وانا ما صدقت اني جوزت البنات والرحلة بدأت خلاص هيستقروا وانا قهد شوية فلسه مجديني استمرار ولا شايفة ده ايه دي التبطب الحقيقي ده الامل في اننا يعني هيا انا سبت نانسي فوق في السماء فهي جت على هيئة نانسي بس صغيرة شوي ربنا يخليهم لك ربنا يخليك تقولي ايه الناس اللي بتسمعنا النهاردة واللي عندهم شايفين ان عندهم ظروف صعبة ومش قدها اكيد شفتي امهات كتير بيقولوا لك الكلمات دول لهم ايه اقول لهم صلوا كتير الصلة كتير بتمنع التجارب بتمنع التجارب الوحشة بتدي قوة وبتدي محبة للاخرين تقولي ايه الماما والكل اللي بيسمعنا النهاردة كل سنة وانت طيبة كل سنة وانت احسن ام في الدنيا ربنا يخليها لنا احباها جدا تقولي لهم ايه وتقولي اللي بيسمعونا ايه صلوا وصلوا طيما لبابا كرولوس وخليه حطي ايده قبل ما تحطوا ايدكم انت امر انت امر شرفتوني ونورتوني وكل سنة وحضرتك طيبة كل سنة وانتو طيبين انتو كمان لانه هتبقوا امهات شبه ماما كده حاجة اضافة للمجتمع فكرة البيت الناجح مش بيخص نفسه بيكمل في الدائرة اللي حواليه انا بشكركم بشكركم على الرسائل الجابية اللي دوتهانا النهاردة وكلنا هنصلي كلنا هنخبط زي كساندي عشان باب عندك بيفتح على طول شكركم دي كانت حلقتنا بس خلينا نقول يعني كل امهاتنا اللي ربنا فتكرهم اللي هما عند ربنا دلوقتي كمان شكرا شكرا على كل حاجة حلوة علمتوهانا شكرا على كل حاجة خلتونا فيها دلوقتي وكان نفسي حقيقي كل امهات يعني تبدل ممتدة عايشة بس اكيد دي رسالة وبتكمل واكيد في غيرها بيكمل على نفس الطريقة شكركم وتصبحوا على خير وبكرة حلقة جديدة في مساء الخير اشتركوا في القناة